اليوم رانيا موضوعنا كتير مهم موضوعنا يمكن بهم كتار موضوع شوي بيلفط النظر في بعض الأشخاص بيتقبلوا لأنه هن عايشين فيها ودايما بيفكروا وبيبحثوا دايما على أسرار بهيد الحياة اليوم موضوعنا عن أنه كيف بيقدر الإنسان يتدرب يحب الإشياء اللي ما بيحبه بهيد الحياة اليوم في العديد المشاهدين اللي عم بيتابعونا بيعرفوا أنه في إشياء كتير ما بيحبوها بالحياة وما بيتقبلوا أنه يفكروا يوم الأيام يجبروا حالهم يحبوها هلأ رح نحكي تفاصيل بهذا الوضوع ولكن بداية خلينا نعرف المشاهدين اللي ما بيعرفوا عن علوم الإزوتريك شو هو علوم الإزوتريك؟ علوم الإزوتريك هي علوم الوعي إذا بدنا نقولها ببساطة الإزوتريك اليوم عم بيقدم تكنولوجيا الباطن شو يعني تكنولوجيا الباطن؟ باطن أكيد عم نحكي عن باطن الإنسان اليوم إذا الواحد بيشتري آلة كهربائية أو إلكترونية على بيته بيجي معها كتالوج بيفتح الكتالوج بيقرأ فيه ليشوف هالقالة كيف تشتغل شو الأوبشنز يلي فيها الإزوتريك عم هو عم بيقدم الكتالوج طبع كيان الإنسان الداخلي بكل مقديراته الداخلية وبكل مكوناته يعني الإزوتريك هو ببساطة علم الحاضر هلأ نحن عم نعيشه كحاضر المنتسبين لقاله صاروا بالألاف هو رح يكون علم المستقبل لأنه علم الزبزبة يلي هي موجودة بالإنسان قبل ما تكون موجودة بمطرح تاني مطل بسيط عن علوم الإزوتريك عم بتقدم لنا وعم بتعرف كل إنسان على مكوناته الباطنية نحن بنعرف الجسد يلي من خلاله عم نعيش فيه بعالم الأرض اليوم حتى العلوم المدية بتعرف عن الجسد أقل من ما بتجهل منه يعني بعضه حتى عالم الجسد فيه كتير إشياء مجهولة طبعا وقدامه هم الإنسان يمكن بعلوم الإزوتريك أنه بيقدر يتعلم بنفسه يعني يبلش بنفسه ويعرف نفسه بشكل خاص صحيح صحيح الإزوتريك بيركز على الإنسان كمحور لأنه اليوم قبل ما أفهم الشخص الآخر بدي أنطلق من فهم نفسه كنا عم نحكي عن الجسد في يلي الجسد الأورا أو البيو بلاسما يلي اليوم العلم أقر بوجوده يلي هي إذا بديك جسد الصحة في الإنسان بتكوين الإنسان والغريب أنه الإنسان بيختبر كيانه الباطنة بحياته اليومية بس ما بيبحث أيام أكتر ليعلل إنه شو السبب يعني مثلاً الأورا كيف ممكن نختبرها أيام تتعرف على شخص من قبل ما تحتكي فيه بتحسي بشعور يمكن بنأذك منه بتقولي غريب إنه بعد ما عرفته هيدا الشخص وأخذت هالانتباع بعد فترة بتسمعي خبرية أو بتكتشفي شي بشخصيته بتقولي إنه منسميها إنه غريب بين هلالين بس إنه كيف قدرنا نلقط هيدا الشعور هيدا الإشياء من جهاز الأورا يلي يحيط الجسد بعدين عنا جسم المشاعر أو جهاز الوعي المشاعري يلي كل يوم نحنا بنختبره الإنسان كيف يتفاعل مع الحياة ضمن مشاعره ويلي جهاز المشاعر الفكر بالإنسان أو الجسم العقلي بالإنسان يلي هو مقصوم قسمين الجسم العقلي الأدنى يلي ينتمي إلى عالم النفس يلي هو الفكر والتفكير والذكاء البشري وعننا القسم الأعلى يلي هو ينتمي إلى الذات يلي هو فيه الزكاء الإنساني والعبقرية ويلي الجسم العقلي جسم المحبة وعننا جسم الإرادة كمان يليها وأخيرا الروح يعني بين الجسد والروح هناك أجهزة وعي يتفاعل كيف الحواس الجسد هذه حواس باطنية أجهزة وعي باطنية إلى حواسها يتفاعل من خلال الإنسان مع محيطه بالحياة يعني علوم الإسطاريك هو علمه كتير واسع وكتير كبير وبساعد يمكن أن أي شخص يقدر يصلح إشياء كتير بحياته يبحث دايما عن الحقيقة المفروضة بطريق التصرف الحياة بتتغير اليوم موضوعنا كمان من علوم الإسطاريك وكمان بتلفط النظر على موضع عديدة لكل شخص يقدر يتأقلم مع حياته في أشخاص مثل ما كنا نحكي من شوي أنه في أشخاص ما بتعرف تحب شيء بها الحياة خلاص بتفرض على نفسه أنه أنا هيدا شيء ما بحبه أبدا فاليوم وقت الإنسان ما بيكون عنده انفتاح هيدا يتكون يمكن عدم انفتاح بالحياة بهذا الموضوع وقت الإنسان ما يكون عنده انفتاح وعم حبة الإشياء اللي ما بيحبه بهذه الحياة وين بيوصل لشو بتودي هيدا الشغلة يعني لارا ركزت عن موضوعه كتير مهم هو الانفتاح بحب وضح للمشاهدين أنه نحنا اليوم عم نتناول الأمور يلي الإنسان ضمنيا بيعرف أنه بتفيده ولكن بيتجنبها بس هو بيتجنب أنه يقوم فيها يا ما بيعملها يا أما بيعملها من منطلق الواجب أو بيعملها غصب عنه ونحنا منقول أنه عم بيعمل شي غصب عنه دور الانفتاح الفكري إذا بنا نتدرب نحب الأشياء اللي نحنا بنعرف أنه هي لصالحنا ولازم نعملها أول شي بدا تبدأ انفتاح فكري يعني أول شي الإنسان بده حتى قبل الانفتاح بده يكون فيه تقييم بصدق وبتجرد للأشياء اللي نحنا ما منحبها اللي هي بتفيدنا بده الإنسان يسأل حاله ليش ما بيحب هايدي الأشياء وهون إذا تحلى بالصدق وبالتجرد والموضوعية بيكتشف أنه في الأسباب الكامنة وراء عدم هالانفتاح أو الانغلاء على هالأمور اللي بتفيده ممكن تكون نتيجة تكسل معين نتيجة عادات يعني أنا معود هيك ليش بدي أعمل مجهود لغير من عاداتي وهيدا الشيء أكيد نحنا منعرف أنه روتين هو إذا بدك سرطان الفكر لأنه هو بيوقف الفكر عن نحن هنا عود واحد يفكر نحن هنا عود واحد يغير أو يجرب أنه يغير مضبوط ممكن تكون حتى عناد يعني أيام بيكون الرفض لمجرد الرفض وهيدا أسوأ شيء بحياة الإنسان لأنه بيكون عم بيسكر على حاله تجربة بده يجي من وراها وعي وتوسع بالوعي ونحنا ليه التركيز على هالموضوع وأكيد الإيزوتريك هو ذكرنا أنه كتالوج لكيين الإنسان الداخلي ضمن 80 مؤلف لليوم بست لغات اللغة العربية الإنجليزية الفرنسية الروسية البلغرية وقريبا جدا باللغة التالية بكل لغات تقريبا العالم صحيح وهيدا دليل على انتشار الإيزوتريك العالمي اليوم قدام نعوذ هيدا العلوم بحياتنا اليوميا أنا مش بس هيدا أول حلقة إنما حلقات سابقة يمكن كاتما حضرتك ومع أصدقاء لإيلك كمان وأشخاص يعني عم يبحثوا بهيدا العلوم اليوم عم نشوف فيه تغيير بيصير بحياة الإنسان بيحس من منطلق الإيزوتريك من منطلق هالعلوم عم بيغير بواقع الحياة يعني أمرار بتقولي معلومة أنا بقول إنه إيه مظبوط أي شخص بيبحث دايما اللي يصلح بنفسه بتلاقي مظبوطة يعني قريب شوي لهيدا العلوم اليوم ما بقت كنا عم نحكي عن الأشياء الما منحبة بهيدا الحياة هل الإنسان مفروض إنه يحب شي ما بيحبه يعني أنا ديوم بسأل حالي أو يمكن الأشخاص اللي عم يتهربوا اللي كنت عم تذكريهم هل مفروض يعني هل هي قاعدة نحنا نحب شي ما منحبه بالحياة أحلى شي بالإيزوتريك إنه هو علوم إنسانية راقية عم تقدم منهج وطريق وهدف ومعادلات وعي بسيطة جدا من أهم الأشياء بعلوم الإيزوتريك اللي بركز عليها هو حرية الاختيار يعني ما في شي مفروض على الإنسان الإنسان عنده حرية الاختيار فينا أنا اليوم اختار انفتح على الأمور اللي ما بحبها يا ليه بتفيدنا واخد نتيجتها كوعي كتوسع وعي وفينا ارفضها وإذا كل إنسان مننا اليوم بفكر الأمور يلي انفتح عليها ويلي تعلمها ويلي وسع وعيه فيها شو كانت نتيجتها؟ كانت نتيجتها سعادة داخلية تفتح الوعي الداخلي بيعطي شعور من السلام الداخل ومن السعادة ومن الرفاهية الباطنية الإنسانية يلي ما في أي رفاهية مادية بتقدمها اليوم لإنسان اليوم فينا ارفض الرفض والعناد وشو بتولد؟ بتولد حالة انفعال وعصبية وقلق وحتى قلم يعني اليوم الإنسان قدام خيارين ما فيش مفروض عليه يأما بيختار نيوعة بإيرادته وياخد النتيجة وهوني بدنا نركز على دور الوعي كيف بيشتغل دور الوعي بالإنسان؟ اليوم أي تجربة تصدفنا يعني إن كان على صعيد العمل اليوم إذا عندي مسئولية بالعمل هالمسئولية الكبيرة إلى تفاصيل إلى مسئوليات أصغر منا اليوم وقته أنا أنحط بمسئولية لإنجزة وحتى لأتقنة هو لأنه وعي اليوم بحاجة لاختبار هيدا الشي الجديد بحاجة ليتوسع لأن الوعي مثل يعني كيف واحد يفوت على المدرسة ما في خبرة بتجي للإنسان عم يتعلم أوسع من وعي عم يكتشف مزبوط يعني عم تجي تدرجية وكل خبرة بيكملها بوعي وبعيشها بإيرادته وبينفتح عليها عم بتوسع له وعي وتوسع الوعي هو اللي بيولي التجارب أوسع حضرتك عم تذكر إشي عم تذكريني بأشخاص يمكن بيمرؤوا بحياتنا وحتى ذكرت من شوية كلمة قلت في بعض من الأشخاص بنسألهم أول شي أو لازم هن يسألوا نفسهم أنه أنا ليه ما بحب هيدا الشي ما صادف كتير بحياتك أشخاص سألوا ليك ما بعرف ليش ما بحب هيدا الشغلة يعني اليوم في أشخاص أكبر دليل على حضرتك عم تقوليه هي الوعي هو الانفتاح اليوم نسأل حالنا أسئلة فأصعب أنه الواحد هيدا الشغلة ممكن تعطي إشياء إجابية كتير بحياته فأدي صعب وتقلك أنا ما بعرف ليش ما بحب هيدا الشي لهالأشخاص سيبتقولين الجواب الأول بيكون أنه ما بعرف بس ما في بحث صادق أقول لي كيف يتهرب ممكن ما يكون عم بيتهرب يعني ممكن يكون الإنسان لأول مرة عم بيفكر بالموضوع يمكن منا تهرب بس بعض التفكير إذا بدك على السطح ممكن لأول وهلة يقول اي ما بيعرف بس ما في إنسان بيبحث بالصدق إلا ما بيلاقي إزوتريك علمني إنه ما في شيء مسكر على الإنسان طالما الإنسان عنده إرادة وعنده صدق بتحقيق أي موضوع مظبط يعني قديش نقطة مهمة هون أكبر دليل قديش شخص لكل أشخاص يمكن يجاوبوا هيدا الجواب السريع لكل أشخاص اللي ما بدهم يبحثوا ما بدهم يشوفوا ما بدهم يكونوا صادقين مع ذاتهم قديش مهم يبحثوا ويفوتوا للعمق أكتر لحتى يوصلوا لأجوب كتير ويصيروا يحبوا كل شيء هيدا المهم إنه ما في شيء ما بيعطيك إيجابية بهيد الحياة الصحيح وإذا ما بدنا بمرحلة من المراحل ما قادرين نحب الشيء على القليلة ما يكون عنا رفو فيتاحوا فكرة داخلة يعني أول شيء بدنا نشيل الإنغلاق بدنا نشيل التسكير طيب أوكي خلينا ناخد هيدا الموضوع المعين بعدين بدوا يولاد نوح من القبول بد يبلش بيننا وبين حاليا